امين في الستاتيو كتبت تجاوز خطير قامت به دارة المدير المؤقت شنوه التجاوز هاذ توعد في قلنا واسقلت اخو قلتو في وقتو اي مش وقتو مزي ما جايش وقتو انا نختار التوقيت ديما بالتلميحات عطينا ديما مش تلميح قلتك انا نختار التوقيت انت قريب لو مختار دابوس شيخصده من بركاته والله يوزل بالقضاء والله يوزل بالنسبة امين انا بالنسبة لحصل فيني لا 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 نحكي قانونيا تجاوز مسمعني امين بعض ساعات رو يكتب حاجة وميقولش عليها انا هكما بعضنا طيب كذي حاب يعمل البوز ما فاميش تجاوز التجاوزات اللي عاملوها هما موتخله وميحبش يقول طيب جايبين وموصلين ومندار وجايبين ولهناء يس يبا اتعاوض لفها خاتر انا بالنسبة لي انا كيقول لا رو قلتش لا قلت التوقيت المناسب كيما كتبت في التدوينة بالنسبة لي انا التجاوزات تجاوزات اللي عملتوا عن تومة ومو قلناش عليها اكثر من التجاوزات اللي عملها السيد مراد الدعم لا لا مش وقت وذير لكن انا بالنسبة لي انا رو مغالطة كما تقولش عندي حتى اشكي بالنسبة لك انت انا بالنسبة لي انا عبات قاعدة تشتهد في وقت استثناء قلنا عليهم حاجة قلنا عليهم حاجة تجاوزات خاتيرة اكتبت انت ما قلت شي ما زلت ما كش تقول انت كتبت سريع ما قلتش كتبت اللي فهمها تجاوزات قام بيها السيدة دي وقال لك ما قلت شي انا بالنسبة لي انا مراد الدعم يطوى حاليا بالامكانيات اللي عنده ما فهماش كان صادق خير من اللجنة بتاكم هذك حكم يا احكام وسنت انت غير مؤهل للحكم ليس مؤهل ميبلمية اما انا مني زي هنا بس نقيم المرحلة متاعنا ابدا ولاني بس نقيم مرحلة زادة الادارة المؤقتة هذا انا بعيد عن هذا دعاني دعاني حول موضوع هاني قاعد بحذيكم كنت حبو ندخلو في مواضيع اخرى مرحبا انا بالنسبة لي انا كامين برك الله وصاحبي ثمانيت في فترة هذية بالحق هو طلب معنى عائدي للحكام والعائلتك فهمتني ثمانيت همين كان يعرس ويعمل دويرته ويشد وصيب الحكام وصيب القطاع هذية طلب ملح العمر كمترجم هل يحبو صيب الحكام والقطاع مش والد القطاع ها تحكمين بش يخليه مختار دابوس القطاع مؤامين ايوا قطلك قبيليك معنى تصعيب انه يحضر جول الحديش قطلي ينجم يحضر وفي استاتيو كاتب معنى حتى التكوين نجم يكون من ديسمبر الفيفري معنى حتى المدة مستحيل لهنها كايين نفهم شوية لا 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 أنا قطلك قطلك الخطأ حسب اعتقادي هو أولا في بلاغ ثمانية اكتوبر اللي عملته الزامعة من ثمانية اكتوبر ما تم ستة سريع بوضع مراحل وفريق عمل وعلى فكرة نعود نقول أنه بلاغ ثمانية اكتوبر نزلت الجامعة تتسويت دون العودة إلى الإدارة الوطنية لتحكيم من ذلك ذي نعتبر أول خطأ شكلي بالنسبة لي هنا بثنين الأنزيم جورني في الكايتسارز محطوطة على أساس لـ 21 ديسمبر قبل ما تصير ضغوطات على الجامعة وتتنقح الرزليمة بالتالي اليوم الجورني حديث هي لكاتورز هكو اللي والدربي هو 21 أو 22 اليوم حسب الموجود وحسب كايتسارز وحسب اللي طالبات وحسب اللي تتسكر ما نعتقد وحسب وحسب تكوين وحسب زيارات ميدانية للملاعب لتأهيلها ما نعتقد أنه قادرين نوصل للوقت هذا كان سصبيح وليل وعسية ما ناس بس نرقد وساعات كاملة وحنا بس نحضر وبني وخبراء يهبط وكذا وكل ممكن أنا ما نعتقد لا أعتقد أنه قادرين للزولة عالش ترون هبط وبيين كما كي كمانا هو يعفو ليسعيب ما ربش يحفر قلت لراية قلت خبرة قلت خبرة تسكين اسمعني أنا بالنسبة ليا أنا تسكن في الرايل بسما الإدارة إذا كان إدارة ضغط كمير مش إدارة التحكيم رو للأمانة اللي هبط لا 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 موس كيف كيف هنا مهم لا 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 ما تسيغوس إدارة التحكيم لا نحكي على التسريحات كما يدي قال بش تجي للفار قال ما ما قال ما قال الوقت قال في ديسمبر قال في ديسمبر ما نعتقد في أنا وقت لأنا عن دينية اللي كانوا موجود الفار معنا جماعتي انت وراح هذا أنا في مرد دعم ندعي الحكام اللي حشتي بيو مهم يخدموا بالإمكانيات اللي عندهم قدش عددهم اللي بالنسبة لي أنا ندعي ندعي شفيها إمكانيات نجيب عو 20 حاكم اللي ما مهم السيرتي فيه مو لازمك تجيب لأوبراتور يا مختار لا مو عنا حاجات سمحني يا أمين يا أخي ما نجمش نعمل ما نجمش نعمل الفورمسيون ما غير ما تنزمس ما تنزم ما تنزم ما تنزمش كيفك هو كيف ياش قدش عددهم الحكام اللي سيرتي فيه باش للفورمس سيرتي فيه تاو يظهلي في حدود 38 38 يظهلي بقى منحبس نغلط بالضبط مو خاسب التقرية بقى ما بين أربيتروات واربيتروات أستونات يظهلي ما يفوتوس للخمسين ما نحبس إنه نجمو يخدمونا نجموش يخدمونا نجموش يخدموك لكل 8 متشوات 8 متشوات يعني لازم كل مت 24 و 1 سيرتي فيه أنا نعتقد صعيبة شو قلت كل مت 24 و 1 كل جولة كل جولة يعني يعني لازمنا ندعم لازمنا الفريق لازموا يدعم وهو ما بيدهم هذوم اللي سيرتي فيه لازمهم تكوين مستمر لازمهم تطوير على الاستعمال لأنه طوحنا طوب ليس طوانتم تقولوا الفار هو الحل أنا نقول أنه الفار هو مسكن علاش عم ناول يخصون مشكلتنا عم ناول اشنو قلناها وإحنا وما خبي ناس على فكرة وانتي حضرت معنا في أكثر من تقييم إسلام عم ناول لأننا نحن من ناس منفتحين لا لا هذا حقيقة نحن موسي انت بركة إحنا معك زملائك نحن الناس منخف معنا شفافية في دمنا نا الجلس ملاحظة الأصحاب الأنفس المريضة وكهو شعرنا فيه مشكلة أنا من أصحاب الأنفس اللي متت بعض المرض أنا يا أستاذ عم ناول سنو المسكن تذكر وليه ما تستاذ ولكلوب يا سيح وليه واذاك الدخلي والأسفاقس والأكلوب دونك سنو وبارسة مباراية أخرى والإسبرانس والإطوال وستاذ ومستير دونك صارت بارسة أغطالي عديد زمعيات كل بما فيهم واسقال وقتها سيد المشرف العام بوضوح هني قلت لك يتعلوا عليش بتلك خطر يتعلوا باللونجل هنيس قال سيد المشرف العام بوضوح قال مشكلتنا أحنا حتى لازمنا تكوين أعمق في قراءة الصورة دونك اليوم متنزمز أنت حكام ما يسم كونه غدوة أي ماتس الدربي يا سيدي ماتس الدربي عينا مختار ربيت روينا في الفار عيطتنا المختار مختار الراي العام حلين المشكل حلينيش المشكل الفار يمكن يقلل من الضغط لكن إذا كان ناويين أو من يفكر أن الفار يحل المشكل للتحكيم في تونس راه ما هو فاهم سي لا من التسير ولا من التحكيم ينقص مشكلة ما هوش بس ينقص وش يزيد ينزم يعمق الأزمة والله ينزم يعمق الأزمة ينزم ما نجيبوش خير لا 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 نحضروا رواحنا للفار باي خليمشوا وفاصلوا وبعد نكمل بقية المواضيع أمتال حسن تعنا اليوم